كما تعلمون أن البرلمان الأوروبي أصدر لائحة يطالب فيها الجزائر بالإفراج عن فوري عن إحسان قاضي الصحفي إحسان قاضي والصحفي بن جامع وأيضا عن معتقلي الرأي هذا الأمر أغضب النظام الجزائري كثيرا وأهتز النظام الجزائري لأنه قبلته في أوروبا وليس في مكان آخر ومثل هذه المواقف تزعجه كثيرا يعني حقيقة قبل أن نصل إلى هذا الأمر النظام الجزائري من قبل اعتقل أشخاص ثم لما حدثت عليهم ضجة إذ طر أنه يقولوا التبون ديرعف وخرجهم ثم الآن يعتقل في ناس بناء على تقارير مزيفة فإحسان قاضي اكتب مقال وعبر عن موقف وعنده راديو يستضيف بتوازن المعارضين والموالين للنظام فتم الانتقام منه لأنهم رأوا أن راديو آم سيفسد عليهم مخطط العهدى الثانية لتبون فانتقموا منه بهذه الطريقة فبركونوا كثير من الأمور في وضح النهار لا فيها تموين ولا خبار ولا أي شيء بل أن القاضي الأول في البلاد هكذا هو دستوريا حرض عليه قبل أن تتم حاكمته وهو يقبع في السجن على ذمة التحقيق والمحاكمة معناها باريء حتى تثبت إدانته يأتي القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور ويرفس على كل شيء ومنها قارنة البراءة ويدينه في حوار تلفزيوني مما يجعل القاضي في بلد يخضع القضاء للهواتف أنه مستحيل أنه يبرأه ويرد يعني كلام رئيسه الذي قد يعني بجرد قلم يصبح بطال حتى التقاعد ما عنده هذه هي الحقيقة يعني يهتز نظام الجزائري يعني بدل أنك تروح تعتقل إحسان قاضي وبنجامع ورده في قضية وشي سموها ناشطة أذيك الأميرة بوراوي لما راحت لتونس وديروا حكاية وضجة وسحبوا السفير وبعد ذلك أظهر مجرد لبس ادفع ثمانه صحفي وحتى صاحب سيارة تاكسي خدمته أنه يدي لفوايجار إلى تونس داها لا يدري عليها وربما عندهش علاقة بالسياسة أصلا سجنوه يعني أنه واحد عنده سيارة يعمل بيها يجيب في لقمة عيشوجيه واحد يقوله وصلني لتونس ما على باله به ما راح يدير يوصله يخلص وجيه ما على باله من يكون أصلا يعني حابين يقولوا بأنه أي تاكسيارة مستقبل أن يجيه واحد لازم له يديه إلى مصالح الأمن ويدير له محظر وبعد ذلك يديه يعني بأي منطقين هذا وزيد وصلها وختمت جوازها بصفة عادية وش راح حكذا هو شافه وما هو راح يمدام خرجت راح يأمورها تمام المهم هذه يعني نحن في حاجة إلى هذه الأمور أنا قل لكم قبل ما تتسرعوا في سجن الناس وطوريت البلاد سمعتها وقلت لكم أخطر ملف يواجه الجزائر هو ملف الحقوقي قبل ما تفكروا بهذا المنطق وتهاجموا الناس وتورطوهم شوفوا عواقب الأمور ما الذي أذركم أن يردوا أي أم يتحدد هو أنتم عندكم ترسانة من الإعلام وخلي الإعلام يتواجه مع بعض في الساحة الإعلامية مفتوحة ما تقدروا تغلقوها في ظل شبكة التواصل الاجتماعي في ظل القنوات على اليوتيوب في ظل هذا الأمر ما تقدروا تغلقوها لذلك الأحسن خليهم يتكلموا والشحب روي يسمع للجميع يسمع للجميع وهو يقدر بنفسه ما هو الصواب وما هو الخطأ المهم وكالة الأنباء الجزائرية تخرج لنا البرلمان الأوروبي يضيف طبقة قاتمة أخرى على مصداقيته الملتخة صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس على لائحة تضرب مجدداً مصداقيته التي طالتها فضائح فساد شملت العديد من نوابي هي أنتم منذ فطرة فقط وكالة الأنباء الجزائرية أصلاً تستشهد بما يقوله البرلمان الأوروبي ضد المغرب يعني لما يكون يقول حواج ضد المغرب راه نظيفة راه نزلت من السماء أنه وحي يوحى لكن لما يقول شيء على الجزائر لا هذه مصداقيته ملتخة ومش نعرف واش وكذا 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 يعني شوية شوية منطقية إذا كان هذا البرلمان الأوروبي ملتخة سمعته كما تقول وأنه ما عندوش مصداقية أصلاً حتى ما قاله علي المغرب ما عندوش مصداقية يعني أنتم في رأيكم هذا منطق خالوا وش يقولوا إن هذه اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق صراح إحسان قاضي قد تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة تبرز بوضوح هوس للإساءة بصورة الجزائر لا سيمة وأن قضية القاضي إحسان لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام كيف هي جريمة قانون عام؟ ووزير العدل هددوا تحت قبة البرلمان على أنه شكك في الأرقام هذا صحفي وعنده راديو وعنده موقع معناها راه إنسان صحفي وإنسان صحفي قديم ومعروف هذه خدمته الحقيقية ما عندهش خدمة واحدة أخرى كيف هي جريمة حقا؟ أثبت المحامون على أن الأموال اللي جاتوا جاتوا من بنته وبنته شريكة في المؤسسة وهذه الأموال جات من الخارج ما يبعثهش من الداخل إلى الخارج واحد عنده ولده يعني ولا عنده بنته راهي موجودة في الخارج وشريكة معاه في شريكة وتعمل وميسورة الحال وبمستواها الاجتماعي المرموخ تبعث أموال باش تتنشط هذه الشركة للجزائر أصبحت جريمة حق عام يعني بالله عليكم يعني الجريمة اللي مش جريمة أنهم الأموال يخرجوا للخارج يعني الأموال اللي كان يهربوا فيها في عهد متفلقة وتبونا راه وكان وزير ووزير أول وشوف فيها وعلى باله وراحت هو اعترف في الحملة الانتخابية أنه على باله وراحت الأموال معناها كان شاهد عليهم هما يصرقوا معناها متهم على الأقل في أقل الأحوال بعدم التبليغ عن جريمة كيف شرهي حق عام تبون التهم بأنه خبار جي ولم تتم إدانت بهذه التهمة ولا تكلموا عليها معناها الرئيس يكذب على متهم كيف صحفي اكتب وينشر في مقالات جي تغلق له مؤسسة إعلامية وتغلق له موقع الإلكتروني وتقول رهي جريمة حق عام راح قتل راح سرق راح هرب سيارات عن الحدود راح باع مخدرات وحشيش كما يديروا بعض الجنرالات ما دارش هذا عنده موقع إلكتروني وكذا وكذا والموقع هذا عنده موظفين أكثر من ثلاثين موظف ومر شوي بأزمة مالية بنت التي هي شريكة في هذه المؤسسة انتع باباها بعثت الأموال من حسابها الشخصي بعثتها الباباها باش يعاون المؤسسة باش مطيع اعتبرها جريمة حق عام ثم تزيد دخول إن هذه المؤسسة الأوروبية التي سقطت من عليائها بعد في الإنعطاق من قبضة الأفاكين والمفسدين الذين يملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم هل يجد هذا البرلمان الذي رأيناه يضعف أمام فكرة إصدار لائحة دين انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب لائحة واحدة خلال 25 سنة نفسه اليوم ملزما بمهاجمة الجزائر لطمأنة شبكات الداخلية للمخزن بالبرلمان الأوروبي هل يجب أن نذكر بأن البرلمان الأوروبي وآدى مشروع لائحة حول وضع الصحفيين في المغرب لا سيما عمر راضي متحججا بطريقة خبيثة بعيب في الإجراءات في إجراءات ابتداء هنا السؤال الذي يطرح نفسه لو أن البرلمان الأوروبي أدان المغرب على قضية عمر راضي هل تكون صحيحة ولا خاطئة واحد ما هو شنظيف الذي يأتي من عنده حتى لو يكون حق فهو باطل لأنه هذه هي هذه هي هذه القاعدة يعني النقطة في نظركم أنه هذا راهو يتهرب من إدانة المغرب وكي أدانكم أنتم لا بل أنه لما خرج هذه اللائحة التي تكلموا عليها على مدار 25 عام طبلت لها وكالة الأنباء الجزائرية وحكاة وعليها في كل وسائل الإعلام الجزائرية ولا توجد وسيلة إعلامية جزائرية وطبعا بإعاز من الأجهزة الأمنية شككت ولو لحظة في عدم عدالة إذا كان ما قام به البرلمان الأوروبي فهو افتراء وعلى الجزائر فلا يمكن أنه صدقه أيضا على ما فعل المغرب لماذا لا يكون أيضا على المغرب افتراء افتراء لماذا لا يكون على المغرب افتراء معناها أنه كما دير بيان على لائحة ضد المغرب رهي صحيحة وكي تراجع في شيء من أجل تحفظات معينة لا لا هذه ما هيش تكيلون بواحد المكيال والله عجيب وغريب الأكثر من ذلك أنه ظهر هوس الهوس بالمخسن يعني المرة دير البنك العالمي واحد الأمر على الجزائر اعتبروها المغربة اعتبروا أنه رئيسه وراه عنده علاقة بالمغرب أي قرار يخرج في الأمم المتحدة أو شيء وراه المغرب الآن حتى لائحة البرلمان الأوروبي اعتبر إنها مؤامرة مغربي والله هكذا وش تديروا قاعدين تديروا في الحكاية هذه تبينوا أن الجزائر أصبحت ضعيفة وهشة وتضرب على قفاها في كل المحفاف وأن المغرب قوة إذا كان المغرب وصل عنده لوبهات في البرلمان الأوروبي وهذا حقه هذه هي وش تدير الدول علاش أنتم ما عندكم شلوبهات بدل أنك تجي تلوم المغرب أنه عنده لوبهات في أمريكا ولوبهات في إسرائيل ولوبهات في كل أنحاء العالم وفي الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات كبرى المؤسسات الإعلامية كل حاجة تخرج على الجزائر آهره وراه المخزن إذا كان هو عن دير هكذا انتم ما وش قاعدين تدير متفرغين ليس ساعة وش ينشر فلان وعلان في الفيسبوك الأجهزة الأمنية ينتاعكم بدل أنه الأمن الخارجي يتفرغ من أجل صناعة لوبهات في العالم راهم تفرغ لي كيفاش كيفاش يجيب يستدرج فلان يخطفو وكيفاش يحرش الجزائريين يطلقوا معه فلان يضربوه وما إلى ذلك من هذه التفاهات اللي وصلت لها الاستخبارات الجزائري يعني إذا كان مغرب دار شي هذا لنسلم جدله واشقولوا فيه صحية المغرب تخلي الاتحاد الأوروبي ودخلي البرلمان الأوروبي واستطاع يصنع له بهات تو دين الجزائر علش ما صنعتوش أنتم له بهات واش تديرو في الخمسة وعشرين عام هذا في هذا البرلمان الأوروبي رغم أن الجزائر عندها جالية في فرنسا وهي فرنسا هي الدولة الأكثر فاعلية في البرلمان الأوروبي ملايين ورهم يطاردوا فيهم ويشككوا حتى في ذمتهم الوطني هنا ما عندناش دولة بهذه الطريقة أنت راك مرعوب من المغرب هذا المغرب اللي راح تواجهه أنت هذا المغرب اللي حابت نحيله الصحراء وديرها جمهورية وهو تعرف مبهدنك في كل المحافة على حسب كلامكم المغرب عمره لا قرر نقدر تلو بهات باش نضرب الجزائر عمره ما يقول هات ولكن الدول كل تعمل ما كانش دولة في العالم أصبحت مؤثرة ما صنعتش لوبيهات شوف قطر كيفاش كانت وكي بعدما صنعت الجزيرة وسائلت أمبراطورية إعلامية وصارت صنعت لوبيهات حتى في معاقل دول مغاربي جاية لفرنسا وصنعت لوبيهات أما نتكلمش على بريطانيا وأمريكا وغيرها وغيرها صنعت في كل المحافل لوبيهات أصبحت قطر دولة مؤثرة ولا يمكن أن تحدث خطوة فيما يخص العالم العربي من دون أن تستشارقط الأمر نفسه بالنسبة للسعودية وبالنسبة للإمارات وتركية وغيرهم كلهم يبحثون على صناعة لوبيهات مؤثرة يدافع على مصالحهم الجزائر ولو الجالية تعبث بيها خلتهم يوكلوا في بعضاهم يتعاركوا في بعضاهم جيل فرنسا جزائرين يتظاهروا في براسا يطلبوا بالتغيير وجزائريين أخرين تبعثهم يتظاهروا ضد المخزن رغم أن المخزن ما هو سامع بهم أصلا المهم توقفوا شوي على هذه الفوبيا راكم ضحكت عليكم العالم فوبيا المغرب هذه أصبحت لكم هوس الحقيقة اللي لازم تتعاملوا معها كإعلام أنه البرلمان الأوروبي دار لائحة أنتم سجنين صحفي بسبب كتاباته وصحفي آخر شريطه هالو بسبب أنه عنده علاقة بقضية ناشطة بعد ذلك ظهرت الفضيحة لماذا لم تنشروا القصة الحقيقية بعد ما زال اللبس حول الاتهامات اللي وجهتها للصفارة الفرنسية بالجزائر وديبلوماسيون واستخبارات وإن هوا ما هذم الكل بمجرد ما رجعتوا إلى بيت الطاعة نسيتوا ذنوب البعل في لحظات الغضب هكذا المهم أنه هذه الفكرة تعفوبيا المغرب رهي كارثية هيا سيدي المغرب اللي دار لكم هذا نتحداكم أنتم تحركوا بهات زيدوا تديروا للمغرب كما دار لكم خلوا البرلمان الأوروبي زيدوا دين المغرب لأنكم عاجزين فاشلين ولأنكم ما عندكمش ملفاء لأن المغرب إذا تعامل مع قضية يتعامل معها بوحد اللغة المنطقية أنتم ما عندكمش وأصلا لا ينزعج لا ينزعج لدرجة هذه لدرجة هذه لأنه مشكلة النظام الجزائري أو على باله باللي يدير في الباطل وكي جي دول أخرى تحدث له على الباطل هذا ينزعج بسرعة لأنك لو كنت تعلم بأنك تدير في الحق وجي العالم كل يقول لك رهي بباطل والله ما تباني به كمل مسيرتك وفق الحق الذي تؤمن به ولكن النظام الجزائري على باله باللي رهو كين معتقلين رائي على بالهم باللي رهو كين ظلم على بالهم باللي رهي الممارسات اللي مارسوا فيها العسكر مع الحركيين راهي غير مقبولة ومرفوضة ومرفوضة ولذلك رهي حاول يبر باش يقولوا الجزائريين كذا وكذا وراهي مؤامرة من المغرب أوقفوا حلالنا حكاية المغرب هذه ثم تديروا في الظلم وتنهبوا في الأموال وجي تحكي لنا على المغرب المغرب عايش حياته ويبني في مستقبله ويبني في مؤسساته ومعنا بلوش بيك ويبني في تحالفاته على مستوى دولي وكل يوم يحقق إنجاز دبلوماسي نعم يوميا للقضية انتعوا المركزية اللي يشوف فيها هي قضية الصحراء وانت أبقى دير لموال وابعث لإبراهيم غالي على المثلط لطائرة رئاسية يستقبله في دولة إفريقية ومعه شكارا تعالى الجزائريين وخلنا نصوره وندير الفيلم هذا ما هكذا تسير الدول ما هكذا تكون المصالح ما هكذا الدولة تفرض نفسها وتفرض وجودها أوقفوا فوبيا المغرب ما قمتم به يعني يرهوا مثل ذاك ليشعل داره يجي يقولوا له رك شعلت دارك يعتبرها مؤامرة ما تشعلش دارك حافظ يعني لو ما اعتقلت إحسان قاضي وما عملت هذه الفيلمات كل وما طاردت من الناس بتهم الإرهاب هل تجد هذه القوى أي شيء الجزائريين عايشين يجل الظلم بعيونهم وتحاول تقنعهم أنه ما هوش ظلم بل أنه الأسوأ منها ذلك تطلع واحد أنت عن ناشرين واتحاد ناشرين واحد الجهات عنهم على قبل الصحافة يتهجموا على الاتحاد الأوروبي اللي يدافع عليهم شوف لم تبقى حكاية هذه أنه جهة أجنبية تجي يدفع عليها الوطنية لا ليتعرض للظلم يقرع كل الأبواب سواء الاتحاد الأوروبي أو أي مكان أنا لما تعرضت للظلم في الجزائر واحتقرونا وعذبونا وعملونا ما عملوا ما أعطونا أي قيمة أنا جيت تحركت في الأمم المتحدة ورفعت شك وعلى جنت مناهض التعذيب وطارت للوزير أحد المتورطين في القضاء السويسري عملوا المستحيل من بشينه هذه القضية يركعونك عندما تحرك لهم أسيادهم هذه هي الحقيقة لذلك أيها الجزائريون النظام ره يعيش بدعم الخارج إذا أردت أن تزعزعه أضرب له معاقل انتاعه معاقل القوة انتاعه لأنه ما عندهش قوة داخلية لا شعبية ولا أي شيء في الداخل عنده السلاح والبرة إذا لم تستطع أن تضرب مصادر القوة انتاعه في الخارج سيتغول عليك أكثر من أي وقت المضى لذلك حطوا ليك شعارات الوطنية والسيادة وعدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية دولة تظلم شعبها تحرم الجزائريين من الجوازات تاردهم تسجنهم تجوعهم تفقرهم يجي واحد يتحدث عليهم من الخارج لا هذه وطنية ولا لا لا يعني خليني نموت تحت الوطنية وأما إن دافعت عن نفسي في كل المحافة فأنا خائن عميل والنظام نفسه يعيش بدعمل من الخارج يعطي في أموال الشعب الجزائري للدول يعطي في الغاز بأقل من سعر التكلفة كل شي ثروات الجزائر تهرب إلى الخارج وتشبع بها بنوك أجنبها ويجي جزائري زوالي حقرينه طيب شوف الحبز وصلون المحامين تعقضيته إلى جهة ما آه هذا خائن عميل شفتوا منطق العسكر كيفاش هذا هو منطق العسكر تتحقر في الكازرنة لو تروح تتجرأ تشوف واحد قريبك خارج وش يسموه يعتبروك أنك كأنك خنط العسكر عمموها على كل الجزائر في عهد حكم جنرالات فاسدين مستبدين ومارسوا الإرهاب بشتى أنواعه على مدار عقود والقادم أسوأ من الظلم إن نجح هذا النظام في تجهين عقول الجزائريين بشعارات عن الوطنجية وشعير آخر يعلفونهم بوعود كاذبة عن غد هو أكذب بكثير واذكروا كلام جيدا